من الحاجات برضو اللي كانت مطار اهتمام غريب برضو بص احنا خليكم معي امبارح اخر اليوم بصينا لقينا باست من الفنانة نريمان هي مطربة وزوجة الفنان المطرب رامي جمال بتقول فيه انها تم الطلاق بيننا ده يوم 16 اه امبارح تم الطلاق بيني وبين رامي اتمنى له كل خير واتمنى يكون سعيد في حياته الجديدة واتمنى لنفسي كمان الخير وسعد خبر طلاق وتم اعلانه بشكل رسمي بعديها بحوالي 12 ساعة رامي جمال على صفحته على انستجرام عمل ستوري وقال فيها كل اللي بيسألوني الفترة دي عن حياة الشخصية وكاتب تحت دي اسرار قوي بعد 12 ساعة من البوست يعني 24 ساعة من البوست الاولاني تلقى خبر بعودة الاثنين وهو قال يعني الطلاق ابغض الحلال لو ايه امراته قالت كانت ساعة شطان اصرع حالة جواز اصرع حالة عودة حالة زواج بس ثم ابقى مانا 8 سنين يعني جواز ربنا يسعدهم ان شاء الله بس انا في حاجة بلاش نتسرع في الاعلان يعني فكرة ان انا متضايق فطلقت او اطلقت فدخل على الانستجرام دخل انا بشوفها استغاثة استغاثة اه استغاثة على الانستجرام نوع من الضغط على الشريك الاخر فبطول انا قلت اهو انا مش هميمني انا خلاص انا تعبانة اللي اصحابي تكلمه ايه اللي حصل لا اتب تعاني تقابل بتاع بتروح حديقي صالح ايوة طب والله تكتك ها والله تكتك بس والله فعلا فيها لقطة يعني فكرة ايه ان انا خرجت الموضوع عن اطار خلاص ووصل للنهاية اه انا بعد النهاية ايه انستجرام طبعا معروف بيما